موسيقى موسيقى والله اقول له انت وحشنا جدا دي اول حاجة ونفسنا نشوفك ونقول له انت غيب عنينا ليه وبعدين لما رجل سألنا على الادوار بتاعته يعني اهلا دوره والحاجات دي كل الادوار بتاعته اللي كان قدمها طبعا ادوار جميلة جدا وعمره ما تتنسي في تاريخ السلمة المصرية خصوصا فيلم طاية الاخفة وكان فيه كمان فيلم اشعة حب كان طالع مع الفنان عمر الشريف فنانة جميلة هند رستم فمنقول له ياريت تقول له اخبارك ايه وياريت كده باستمرار نشوفك وياريت تطمن عليك ونقول لك كل سنة وانت طيب ويقود عليك الاقام بخير يا رب بعمر الله انا بحب بحب له دور اشعة حب مع الفنانة الرحيلة الجميلة هند رستم والفنانة عمر بن شريف لما عمل دور ابوه وجري من الباب ورح نطط في حضنه وبابا بابا انا بقول له يعني دورك حلب انت فين اظهر السوق دلوقتي محتاج الناس اللي حطت قسس السينما في مصر القديمة انت فين من الناس دي بال وكل سنة وانت طيب فيلم بتاع طاية الاخفة اللي هو كان فيلم جميل يعني وطبعا كلنا بنحب الفنان وكل سنة وطيب يعني اشكره على هو عمله راجل موسي كويس وتمثيله عظيم وحاجة كويس ادى الفن حقه وعمل عمل كتير في افلام حلوة يعني وكلنا بيحبه كله كل سنة هو طيب ونتمنى نشوفه في برامج تانية واحداث جديدة بصراحة كان فنان ممتاز والله من زمان وهو من طفل صغير وربنا يدي له الصحة وكل سنة هو طيب احسن دور يعني يمكن عمله يمكن في اشعة حب وكان في المعصفور كان دور حلو بردو ربنا يكلم وفا وربنا